ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية حيث أغلق السوق أبوظبيا المالي منخفضاً بنسبة فيفا بلغت 0.4% عند مستوى 9633 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 206 ملايين ومن أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 22 شركة بينما انخفضت أسهم 35 شركة أبقيت 11 شركة على ثبات أما على صعيد الأسهم المرتفعة زاد سهم مجموعة MPMI بنسبة بلغت 8.33% ليغلق عند 13 درهم إنما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 7.94% ليغلق عند 0.68 درهم قام أغلق سهم شميرا ساندر أند بورزي الولايات المتحدة مرتفعاً نسبة بلغت 4.65% ليغلق عند 4 درهم إنما انخفض سهم شركة أبوظبيا الوطنية لمواد البناء بنسبة 10% ليغلق عند 0.17 درهم أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام منخفضاً أيضاً بنسبة بلغت 1.15% عند مستوى 3471 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 413 مليون درهم من أصل 43 شركة تم تدول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 15 شركة بينما انخفضت أسهم 18 شركة وبقيت 10 شركات على ثبات ارتفع سهم PHM Capital للخدمات المالية بنسبة 10.37 درهم ليغلق عند درهم فاصل 49 كما ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة بلغت 7.64 درهم فاصل 69 أيضاً ارتفع سهم شركة الفردوس القابدة بنسبة 6.15% ليغلق عند 0.13 درهم بينما أغلق سهم دار التكافل منخفضاً بنسبة 6.28% عند 0.65 درهم دكتور أحمد السيد دكتور أحمد كنا بيكلم قبل الفاصل على أسواق الناشئة عايزيني تكلم عن الأسواق الناشئة في دولة الإمارات وحضرتك كنت بتكلم أنهم عاملين خطة مهتمين جداً جداً من الأسواق الناشئة بالصحيح يعني في 2022 على سبيل المثال عشان نوضح بس النقطة دي إزاي الإمارات خدت المرتبة الأولى على مستوى العالم في مناخ ريادة الأعمال يعني أحسن دولة في العالم بتوفر مناخ لريادة الأعمال طبعاً ده جيء من مجهود فترة طويلة بس بيعكس لك إزاي إن السودة بقى جذب جداً لأي شركة من العالم إنها تنتقل إلى الأمارات الأمارات يعني في دبي مثلاً على سبيل المثال 50% من الشركات دلوقتي يعني دي إحصائياً لليس أريها قريب 50% من الشركات هي شركات ناشئة فيعني ما لسي كنت أقول حضرت دكتور أحمد لماذا تتميز الإمارات في استقطاب الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية يعني بتهيأ للمستثمرين إيه أنا كمستثمر عايز إيه أنا كشركة عايز إيه أول حاجة عايز مناخ استثمار صحيح وهي طبعاً يعني الإمارات 17 على العالم في دونك بيزنس أو في تقرير مناخ الأعمال نعم لو أبيبين أنت بيئت التعامل مع المستثمرين عاملت زي فده بيسهل علي أنا كشركة ناشئة أن أنا معانيش بقى في الإجراءات البروكراطية والأخير بالعكس المناخ يبقى جذاب وبيساعد على استثمار الحاجة الثانية المبادرات اللي بتقدمها يعني زي ما كنا منكلم قبل الفاصل على رؤية 2031 و2071 ودي اللي بتركز بشكل دويل جداً على شركات الناشئة ودي طلع منها مبادرات كتير زي مبادرة كلمنا عنها أنه يكسب شركات من الخارج أو سنديق الاستثمار اللي متوفر تمويل بكتير زي مبادرة صندوق مثلاً ابتكار محمد بن راشد أو كل هذي السنديق بتساعد أنها توفر تمويل للشركات الدولة كمان دعامة دكتور أحمد أنا حيث أن دولة دعامة جداً جداً للمساسمريين بشكل كبير فالشركات الناشئة شايفة أن المناخ مناسب جداً أننا ننتقل وأقدر أننا أأسس الشركة هناك أو أقدر أننا أنشاء الشركة هناك كمان لو بصنا على أبوظابي مثلاً البورصة دلوقتي بتجذب بشكل كبير جداً الشركات من البورصات الإقليمية يعني كمان بنلاقي أن بورصة أبوظابي بتيجي تتكلم معنا وتقول أكتب تعالوا أيدوا شركاتكم كمان عندنا نحن نقدر نجذب باستثمارات بشكل كبير المساعد كمان في الفترة الحالية أو حيساعدهم في الفترة الجانية الأوضاع مستقرة للحمد لله أفضل من العالم تضحهم منخفض مش مرتفع بشكل كبير زي الدول التانية أسعار النفط لسه مستمرة في الصعود فبالتالي هم قادرين أن هم يجذبوا شركات من دول كتير في حول العالم لو بصنا على الطروحات مثلا في البورصة كإشارة زي الاقتصاد بيشتغل هناك أبوظابي مثلا بورصة أبوظابي أو سوق أبوظابي السنة اللي فاسة عاملة خمسة مليار دولار طروحات السنة دي في أول ربع بس عاملة اثنين ونصف مليار دولار في طرحة واحد بس اللي هو طرحة أدن نتكلم على لسه في خمس طروحات الفترة الجاية لسه نتكلم مبارحة على شركة للمدفوعات هيتم قايدة في سوق أبوظابي رسمالها تمانية ونصف مليار دولار فإحنا بنتكلم على نقترب من 250 أو من 60 و60 مليار جنيه مصري فبتزودوا عمقهم بشكل كبير جدا وهو ده اللي حقدر إجزب لهم استثمارات كبيرة لأن البورصات ما بتتأسش هو المؤشر بيطلع أدية وبينزل أدية البورصات بتتأس بالعمق بتاعها فكل ما بتزود في العمق بتاعك بتكذب شركات من الخارج وبتخلي المناخ للإستثمار كله على ذكر سوق أبوظابي شايف إزاي البورصة خاصة في سوق أبوظابي الفترة القادمة يعني أنا تركيزي على فكرة الطروحات والسندوق الطروحات عندهم بأنه يطرح خمس شركات الفترة القادمة أعتقد في حدود واحد ونصف مليار دولار أدنوك مثلا ده الطرح اللي تم ده ده تم تخطيته خمسين مر فقيمة الاستثمارات أو الطلبات خليته أكبر طرح حصل في تاريخ العالم كل فما هو يعني يساوي تقريبا أكتر من مية أو حاجة مليار دولار كانوا مستعدين إن هم يدخلوا يستثمروا جوة الشركة فده بيديك انطباع إن في سيولة كبيرة جدا موجودة ومستعدة إنها تدخل جوة الشركات الفترة الجاية طالما إن الشركات دي بتقدم لها الأداء المطلوب وهم كمان مركزين على الشركات اللي هي متعلقة بقى بالتكنولوجيا والزكاء الاصطناعي والأمور دي كلها فدي أكيد حيبقى لها قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات الفترة الجاية المميز كمان دكتور أحمد إن في سوق أبو ظبي في توزيعات أو كوبونات توزيعات أرباح دورية وده عكس ما احنا بنشوفه في مصر يعني ده بيحفز المستثمر وبيبقى فيه حافز شوية للمستثمرين إن فيه أرباح أو فيه كوبونات زي ما احنا بنقول أو توزيعات أرباح على عكس شوية اللي احنا بنشوفه في مصر هل ده اللي بيجذب المستثمرين في سوق أبو ظبي؟ يعني على الأقل لازم على الأقل لازم دايما المستثمرين أجدما لما بنكلم معاهم ما بيطلبش مني وزع كتير أو قليل بقدر ما بيقول لي قول لي إيه سياسة التوزيع عندك البداية وعايز الخطة إيه؟ هتعمل إيه الفترة الجاية؟ حتى لو مش هيوزع حتى لو مش هتوزع أولي هتوزع 20% 30% حسنا أقدر أبني رؤيتي للإستراتيجية عليك الفترة الجاية هنا الشركات في بعض الشركات هنا بتطبق في مصر يعني بتعلن السياسة التوزيع الخاصة بيها وبعض الشركات لا بالقانون ما قدرش أفرض على الشركات إنها هتوزع أرباح بس أقدر خليهم يعني زي ما بيقول في صراحة في الوداية كده أنا هعمل كذا كذا بالضبط عشان كده قلنا ده قرار المساهمين إن هما يوزعوا لا فالشركة عتقولي أنا ما قدرش أجبر المساهمين الجامعية العامة هي صاحبات السلطة لكن زي ما حضرتك بتقولي ده قطر راح مهمة بنتكلم عنه إن إحنا ممكن نجبر الشركات خاصة للحجمها الكبير إنها تعلن سياستها بتقول والله أنا هعلن إن أنا هوزع 50% أو 60% أو 70% ده يدي انطبع كويس للمستثمرين في الخارج دكتور أحمد بحكم إن حضرتك بتتكلم مع مستثمرين أجانب كتير وأنا عارفها يعني إن حضرتك بتتعامل يعني بشكل مباشر إيه اللي بيميز سوق أبوظبي عن سوق المصر يعني طبعا في الفترة الأخيرة من أهم العامل اللي بتأثر عليها هي استقرار سعر الصرف لأن ده هو دايما يعني ده بيقوله جملة كده إن الدرهم زي الدولار يعني أنا عارف ومتأكد إن هو إيه مستقر ما فوهوش مشاكل كتير حاجة تانية كمان إن السيولة بيت عالية جدا في برسة أبوظبي يعني النهاردة حضرتك كنت بتتكلمي في ممكن في مليار ومئتين مليون درهم بتعاملوا النهاردة يعني تاريبنا نتكلم في حدود قرب إلى 12 مليار جنيه مصري فالسيولة دي حجمها بشكل كبير مع خطتهم في إن هم يشتغلوا على الطروحات ويعماق السوق بشكل كبير وده اللي بنطالب بيه في مصر إن إحنا نجري بسرعة في مسألة الطروحات لأن المستثمرين عايزين زي ما بيقوله دايما بضاعة جديدة صحيح متعتشين يعني عايز حاجة جديدة تجذبه إحنا عندنا التنوع ده لكن خلاص عايز شركات جديدة وإحنا عندنا فعلاً لستة الـ 32 شركة دي فأنا أمل إن حتى لو تم بيحه من المستثمر استراتيجي يبقى فيه إلزام عليه إنه هو في خلال سنتين ثلاثة يطرح ولو 10% بس من الشركات دي يفضل طبعاً موجود يحتفظ من 90% أو أياً كانت النسبة بتاعه لكن يطرح 10% دي في السوق عشان يسمح للسوق أنه هو يتطور بشكل كبير أخيراً دكتور أحمد ما لقيت حضرتك للكطاعات الوعدة في أسواق المالة الانمطية خاصة سوق أبوظبي خلال العام الجاري يعني أعتقد نفس الحاجة ستبقى القطاعات التي هي الطاقة طبعاً من الأساسيات في النقطة دي لأننا شايف أن أسعار الطاقة تظل مرتفعة خلال العام الحالي يعني ربما رأينا بعض الانخفاضات في الفترة الأخيرة لكننا شايف أن أسعار البترول والغاز هتفضل مرتفعة بناء على الصين بذلك لأن الصين بدأت تخرج من فكرة الإغلاق الكامل أو زيرو كوفيد فالانفتاح بتاعها ده حيطلب كميات كبيرة جداً من الطاقة وبالتالي حيحافظ على أسعار الطاقة المرتفعة يعني في حتى أوروبا بشكل كبير خايفة أن الشتاء القدم ده يكون تتكرر نفس المشكلة ويبقى عندها مشكلة في إمدادات الغاز لأن لو الصين رجعت للطلب بتاعها فبالتالي الطلب على الطاقة حيبقى مرتفعة وده حينعكس على الشركات اللي بتشتغل في الطاقة بشكل وان زي ما ما قلنا يعني أدنك دي تغطت خمسين مرة وهي تنين ونص مليار دولار في الرقم ضحب